لم تكن أحداث ما قبل الدور النهائي لأبطال أوروبا تقل سخونة عن المباراة مع رئي المدريد فالحكومة الفرنسية ونادي ليفربول الإنجليزي كل منهما يلقي التهمة على الآخر فيما حصل يوم السبت أي في نهائيات دور الأبطال التي خرجت عن نتاق الملعب واقتحمت الشؤون السياسية بقوة فهذه المشاهد التي ترونها لم تكن لمظاهرة أو احتجاج أو حادثة بل إنه تزاحم وتراكم عدد عدد المشجعين الذين يحاولون الدخول إلى ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية ساندوني بالعاصمة باريس هنا وجدت الشرطة الفرنسية نفسها في مأزق فالكل يتدافع ولم تجد أسرع من تفريق الآلاف من الجماهير وبينهم أطفال إلا بالغاز المسيل للدموع إذن انهار السياج الأمني حول الملعب وتأخرت المباراة لمدة 36 دقيقة بالتمام والكمال وما جرى لم يعجب ليفربول فدعا إلى فتح تحقيق في الأحداث غير المقبولة التي أحاطت بالمباراة النهائية ردة الفعل البريطانية جاءت على لسان متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وصف تلك اللقطات المزعجة أو وصفها بين المزعجة والمقلقة معبرا عن خيبة أمله من الطريقة التي عوملوا بها ولم يكن بيده إلا أن يحثى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفية على العمل بشكل وثيق مع السلطات الفرنسية للتحقيق بشكل كامل في الواقع ونشر هذه النتائج لكن فرنسا بدورها لم تتقبل هذا التأنيب وألقت باللائمة على ليفربول ومشجعيه وفتحت النار عليهم بتهم أبرزها ما قاله وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن التذاكر فهي ليست أو التذاكر ليست إلكترونية لذلك وصف التذاكر الورقية بعملية احتيال واسعة النتاق لأنها ببساطة فتحت باب التزييف والتزوير مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي التذاكر التي قدمها نحو 62 ألفا من أنصار ليفربول كانت مخشوشة ورغم ذلك طمأن أن قرار الشرطة حال دون وقوع وفيات ولا إصابات لم يكتفي جيرالد بذلك بل أضاف أن نحو 30 شخصا اعتقلوا في ذاك اليوم وأغلبهم مواطنون بريطانيون واتفقت معه وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديو كاستيرا في تصريحاتها فمشجعوا ليفربول برأيها كانوا السبب في بداية هذه المشاكل وتفاقم الوضع سوءا تبعا ترجمة نانسي قنقر